إذن مشاهدين وفي ظل الجمهورية الجديدة استطاعت محافظة مطروح أن تحظى بطفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذة جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ جميل بعد التحية قراءتك لأبرز ما جاء خلال اللقاء المهم الذي عقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذه المناقشات التي اتسمت بشفافية إلى حد كبير مع أهالي مطروح والسلوم وكذلك سيدي براني هو في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى سادة المشاهدين وكان لقاء مهم جدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيوك قبائل السيناء والقبائل العربية طبعا أهم ما جاء في هذا الحوار أو أهم ما في الحوار أنه ليس تقليديا بل هو مفتوح من الرئيس للمشايخ المتوجدين الكل بيعرض وجهة نظره بشكل منطقح المشاكل التي يتعرضو لها أو المشاكل التي يتعرضو لها وأيضا ما حدث من تطوير على أرض مطروح وأرض سيوى وبراني وسلوم كل ده تم طرفه على الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس جاوب بمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة وأيضا تتحدث عن التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية والتحديات اللي بتواجه المنطقة والعملية التنمية الشام داخل الدولة ولكن احنا على الجانب الآخر وهو ده اللي عرضو سيوى الرئيس حجم التنمية الكبير الذي تم على أرض مطروح خلال الفترة الأخيرة العشر سنوات الأخيرة يعني احنا لو بصينا بمنطقة مطروح أو محافظة مطروح هنجد شيء مهم جدا فهن هي العقود طويلة جدا كان فيه إهمال بشكل كبير بهذه المنطقة كان فيه أكثر من 24 مليون لغا متواجدين في الصحراء الغربية وما كانش يتم إدالتهم لكن مع التنمية الشاملة التي بدأت في عام 2014 وستراتيجية الدولة من أجل التنمية في هذه المنطقة وفي مناطق الجمهورية ومحافظات الجمهورية المختلفة بدأت الدولة في إزادة الألغام بدأت الدولة في إنشاء طبعا إعادة تأهيل الطرق مرة أخرى لربط محافظة مطروح بشكل سليم وبشكل أيضا آمن وهذا يجعلنا نتحدث أيضا أستاذ جميل في إطار اللي حضرتك ذكرت ومعطيات مهمة جدا وتضمنها حديث السيد الرئيس عن النهضة التنموية الكبيرة اللي بيشهدها حاليا تحديدا الساحل الشمالي الغربي وربما مدينة العالمين الجديدة هي خير دليل على ذلك تحولت إلى مدينة سياحية عالمية بكل المقاييس وكما نتابعها الآن طبعا من خلال مهرجان العالم عالمين بالإضافة أيضا إلى كمية الاستثمارات وجذبها للاستثمارات أيضا لما لها من مقاومات سياحية كبيرة للغاية إلى أي مدى حدثت هذه التنمية أو الطفرة التنموية الحقيقية في الساحل الشمالي الغربي بشكل خاص هو طبعا الساحل الشمالي الغربي هو منطقة طبعا مهمة جدا بالنسبة للدولة منطقة جاذبة للسياحة ومنطقة كانت وجاذبة أيضا للاستثمار بشكل كبير وهو ده اللي شفناه في مدينة العالمين الجديدة وما تم في مدينة العالمين الجديدة من مشروعات جبرى أصبحت منطقة من أهم المناطق الساحلية على المتواصد شمال المتواصد وجنوب المتواصد وهي من أهم دولة المقاومات السياحية بالنسبة للعالم وفي الأعوام القادمة ستشهد المزيد والمزيد أيضا من السياحة العالمية لهذه المدينة على الجانب الآخر تم إنشاء أيضا العديد من المشروعات القومية من محطات لتحلية المياه ومحطات للكهرباء تطوير كامل لهذه المدينة بشكل كبير جدا كل ده أصبح جاذب للسياحة أصبح جاذب الاستثمار بيعود بالنفع على الدولة المصرية على الاقتصاد المصري بيوفر أيضا فرص عمل كبيرة للشباب المصري وده نفج عنه تقليص حجم البطالة داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي على الجانب الآخر إحنا شفنا أيضا إنشاء محطة الضبعة النووية أو المحطة النووية داخل الدولة المصرية لإنتاج الطاقة دي أيضا ده شيء مهم جدا وشيء مفيد للدولة المصرية والمنطقة بشكل عام القطار السريع اللي هيربط من السخنة إلى مرثة مطروح ده من أجل أيضا مش نقل المواطنين فقط ولكن نقل التجاري من ورط البحر الأحمر بالبحر الأبيض زيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري النهاردة شفنا أيضا تطوير منفذ السلوم البارد هذه نقطة مهمة جدا أنا عايزة أتوقف مع حضرتك عندها تحديدا أستاذ جميل وهي المنطقة اللوجستية التي تؤدي إلى تطوير العمل في منفذ السلوم وبشكل خاص في القطاع التجاري أو في تنشيط التجارة بشكل كبير مع شقيقة ليبيا أيضا إلى أي مدى هذه المنطقة اللوجستية التي تم أيضا الحديث عنها اليوم من قبل السيد الرئيس سيكون لها تأثير كبير خلال الفترة القادمة بالطبع سيكون لها تأثير كبير وليس مع ليبيا فقط ولكن مع دول المغرب العربي ككل ودول شمال أفريقيا ككل من خلال الربط التجاري بين مصر ودول المغرب العربي بصفة عامة وأيضا دول الساحل والصحراء بصفة عامة أيضا إحنا هنشوف من خلال هذه المنطقة اللوجستية في حالة ديارة التجاري لازم يكون في منطقة الجستية كبيرة داعمة لعمليات التجارة وديادة التبادل التجاري بين الضغر بعضها لبعض هذه المنطقة طبعا هيكون فيها استثمارات كبيرة هيكون فيها استثمارات أيضا أجنبية هتكذب عدد من المستثمرين إن هم يبدأوا في العمل في هذه المنطقة طبعا هتفيد بشكل كبير زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول المغرب العربي وده من خلال طبعا التطوير والتحديث اللي تم في هذه الموقع ومن خلال طبعا الموقع الدجستية اللي هتعود بالنفع على الإقصاد المصري وزي ما قلنا على زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول المغرب العربي نعم أيضا من ضمن النقاط المهمة التي أشار إليها السيد الرئيس وحد سيوة وما تتمتع بي أيضا من مقاومات سياحية بها مثلا الاستشفاء العلاجي في واحد سيوة وتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي أنه خلال ستة أشهر سيتم تعويض الأراضي التي تضررت في هذه الواحة الواعدة قراءتك أيضا لهذا الأمر أستاذ جميل هو بالطبع واحد سيوة من أهم الواحد داخل الدولة المصرية منطقة سياحية مهمة جدا مقصد سياحي وعلاجي ليش المصريين فقط ولكن من دول أجنبية كبرى هي أيضا من الأماكن المهمة بالنسبة لزراعة الطمور وزيوت وزيوت الزاتون داخل الدولة المصرية بها العديد من العيون طبعا خلال الفترة التي تضررت هذه الواحة بسبب المياه الملحة التي ظهرت وتضررت الزراعة بها زي ما قال خيادة الرئيس أنه في خلال ست شهور سيتم تعويض كل المتضررين ومش تعويضه مبسحة سيتم طبعا زراعة بداء المتواجدة فيها ولكن يجب أن يكون هناك دعم أيضا من المواطنين وأصحاب الأراضي أنهم أيضا يتم إزالة كل شيء كان فاسدا في هذه المنطقة من أشجار فسد أو خلافه ومن أجل وجود البديل لها طبعا ده في إطار طبعا التطوير وفي إطار التحديث وإحنا عارفين أن منطقة واحد سواء هي زي ما بقول لحضرتك هي مقصد مهم جدا ومقصد سياحي مهم جدا وتتميز بطبيعة خاصة وتتميز أيضا مع أرض زراعية بشكل كبير جدا نظرا لتوفر المياه الجوفية منها نعم أشكرك جزير الشكر أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام شكرا جزيلا على هذه المشاركة تشهد محافظة مطروح تطورا يضعها على خارطة طريق التنمية الشاملة في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة تزخر هذه المحافظة بالكثير من مقاومات السياحة الثقافية والتاريخية والعلاجية أيضا ترجمة نانسي قنقر